تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن وأفد المسؤول المحلي في عدن أن السفينة المساعدات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والتي ترس في ميناء الحديدة غربي اليمن أجلت رحلتها إلى عدن بسبب الخروقات الأمنية من قبل قوات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح أكد المسؤول أن السفينة أفرغت جزءا من حمولتها المخصصة لصنعاء والمحافظات الشمالية في الحديدة